اكد المهندس فتحي عبدالله الفارع الوكيل المساعد لصرف الصحي بوزارة الأشغال أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية وصلت إلى 77% نعم وأوضح الوكيل المساعد لصرف الصحي بأنه تم الانتهاء من العديد من الأعمال منها إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية ضمن مشروع التوسع الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي باستعمال تقنية حفر الأنفاق الخاصة كما تم الانتهاء من إنشاء خط صرف الصحي بتقنية الحفر العميق مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء خط الصرف الصحي الرابط بين المحطة القديمة والجديدة وخط الطوارئ إلى البحر حيث بلقت نسبة الأنجاز في هذا الجزء من المشروع 85%